موسيقى أهلاً وسهلاً أصدقائناً أطفال وحياكم الله في برنامج كوميز برنامج الرسام الذي يعرض على تلفزيون الكويت أصدقائناً أطفال برنامج الرسام فيه العديد والكثير من الفقرات المتميزة من هذه الفقرات فقرات المرسم لبعد شوية نتعرف على أصدقائنا ونشوف رسوماتهم الجميلة أيضاً كذلك هناك فقرة جداً ممتعة لهي فقرة الرسم الذكي رح نتعلم شيء جديد من رسوماتنا عشان نقدر نطور من رسوماتنا في نهاية البرنامج أصدقائناً الأطفال كالعادة رح نعرض لكم مجموعة من الرسومات التي وصلت لنا على إيميل البرنامج أصدقائنا الأطفال فاصل قصير والرد لكم مرة ثانية رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرات المرسم اليوم معنا أمشاري وشريفة وأمينة مبدعين في رسوماتهم أمشاري عندها لوحات عن الشخصيات الكرتونية طبعاً شريفة مبدعة في الألوان المائية وأيضاً الألوان الثانية وأيضاً اللوحات مجموعة من اللوحات العالمية اللي بعد شوية نشوفها وأيضاً أمينة عندها لوحات وطنية وأعمال جميلة جداً أيضاً بعد شوية راح نشوف هذه الإبداعات نبدأ أول شي مع أمشاري مشاري شلونك؟ أين؟ مشاري تعرفنا باسمك؟ مشاري دميسان مشاري كم عمرك مشاري؟ ستة ستة أين ندرسة مشاري؟ أولى ابتداعي أولى ابتداعي ها؟ إيه ما اسم مدرستك؟ أي صرف؟ أولى أول أولى أول ألت أولى؟ ألت أولى ابتداعي أولى أول صح؟ نعم نزيل تقول لها مشاري أمشاري أمشاري عندي كم راسمهم؟ أيني البابايات؟ حلو بس راسمهم بالبيت صح؟ إيه نزيل وشون طلعت الأفكار هذه؟ أيني شفت ببابايات أفتر أبي أشوفها أفتر أبأ أسمع وبعدين؟ وبعدين دوسمت؟ وبعدين؟ وبعدين قسمت اللوحات هادي؟ أي؟ أمشاري تقولي أنت اللوحات اللي عندك زين؟ يعني شنو الألوان اللي تحب أنك ترسم فيهم؟ بالخشب والشينية شينية بس شو الأسهل منهم؟ الشينية الشينية صح؟ بس الخشب يكون أحسن بس أصعب بالبيت مشاري ترسم معمن وأكثر شيء؟ أمينة أمينة أختك؟ يلا خانشوف اللوحات اللي عندك مشاري شينو هادي مشاري؟ هذا خربت مينة ايه هذا خربت هذا أنا قصدي هذا ايه هذا هذا يعني باباة مينة شين الباباة هذا؟ أمينة حلو؟ حلو؟ إذا صحب أحد من عنده أمين حلو لغنتم شنو الألوانة؟ شينية شينية شينو الألوانة اللي داخل موجودة؟ أصفر أزرق أحمر شاكر يا مشاري وحادي يا مشاري شنو هادي؟ هذا يجري بيأخذ شيء بس كم من كان معرف يصير يعني يعني ما يصير ما يصير يأخذ شيء حلو؟ وبعدين؟ وبعدين؟ يشوف نشوف هذا عادي؟ هذا بيت هذا شنو هذا؟ هذا بيت هذا بيت؟ بيت بيت هذا صح؟ إيه حلو ما يصير هذا بيت حلو يشوف هذا يشوف أين مزين؟ شيء الذي أضفه من ذلك الظريمات بعد صغيري وهذا أسباب مليو الزين أسمه سواجلوق هذي شخصية زينة هذه أم شخصية؟ زينة وهذا؟ هذا سيطة أم شخصية زينة حلو شاطر وهذا؟ وهذا موزنة بس هذا يعني شوية موزنة يعني ما يفن اللي هو هذا؟ لا هذا يفن بس هذا ما يفن يعني يعني يأكل من ناكلة شعاطر وهذا يا مشاري هذه بيبتر تصور سكيتم حلو اللي هي لابسة سكيتم اللي عليها برد برد عليهم؟ برد 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 شون سويته شون سويت العيون تشتيرو هاذا؟ اختي شوية شاعد حلو هاذ هذا الخاضر هذا اختي شوية شوية شاعد اهه الهي تحت الريون واحد بالعدل حلو الوال شنو هذي؟ يا مشاري؟ شوية خشابية فالصعبة الخشابية لو ترسم فيها؟ ايه بس يكون أحلى 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 وهذا يا مشاري هذا شنو؟ هذا تروح تروح لا ما هو عين؟ لا السماء؟ لا لا هالشي القمر؟ قمر ماذا سيحصل القمر؟ لا لماذا؟ لما لما يجب أن يرى كم حلو كبير يبوح القمر عشان يشوف القمر شلون صاير كبير كبير صغير مثلا صح؟ ايه هذا حلو وهذا يمشاري؟ هذه عصافير مجموعة م أي رقم هذا؟ أي رقم سبعة؟ ايه خمعة 22 حلو، 22 شلو؟ طير صح؟ ايه وهذا يمشارك؟ وردات ثمانية ثمانية؟ ايه مع 22 ؟ ثمانية والصفة أربعة خمس وCC ثمان وأيه ممشارك ؟ 20 واحد ثمانية خمس ستسر ما عليك؟ كاب يوكي سنتم patch بيتك تمام بيتك هذا سويا عن ديكريشن اي هاتي نشوف بعد اللوحات الثانية اللي عندك وهذه يا مشاري هذا الولد يبي يلعب وهذا أمد ديرفة اي بس أمد بس ما يطول ديرفة ويابي ويابي حلو والديرفة اي لون؟ أحمر كل شكر لك يا مشاري على اللوحات الرائعة الآن نشوف شريفة شريفة شلونج الحمد الله شريفة تعرفينها باسمك؟ شريفة شاكر بالبنات شريفة تقولين كم عمرك؟ عمر 12 سنة أي مدرسة شريفة؟ مدرسة قادسية متوسطة قادسية متوسطة شريفة نشوف لوحاتك؟ شريفة شريفة أول شيء يعني ما شاء الله أبداعات عندك جميلة تقولين أنت دشيتي دورات؟ دشت دورة واحدة شنو شنو تعلمت من الدورة هذي؟ تعلمت أرسم الحصان حلو وفي حيوانات ولوحات أبداع فيهم حلو من شجعك هالرسم؟ أمي واختي أمي واختي أكثر اللوحات اللي عندك هذي وين رسمتهم؟ الأغلب في البيت الأغلب في البيت يعني والباجي وين رسمتهم؟ الباجي بس لا بس بكلها بالبيت أنزين خلنشوف اللوحة شنو الألوان اللي تحبين أنت ترسمين فيها أكثر شيء؟ الألوان المائية ألوان ليش اخترت الألوان المائية؟ فيه قواش فيه أكريليك فيه زيتي لأن أقدر أدمجهم حلو والألوان حلوة أقدر أطلع اللون اللي أبي منهم أقدر أدمجهم وطلع طلعين اللون اللي وشغلتها تكون شوي بسيطة شوي بالاستخدام ما توصخ نفس الأكريليك وغيرها وشدي نبدأ باللوحات مثل اللوحة هذه شريفة تقول لنا شنو قصة اللوحة هذه وشوان سويتها؟ أول شي رسمتها بالرصاص بعدين حدتها بالحبر الأسود حلو بعدين لونتهم بالألوان المائية بعدين رسمت الشجر وطلعت منها غصن وبعدين لونت الخلفية خليتها أزرق فاطح أزرق فاطح كيف استخدمت طريقة هذه الشدو الظل والنور؟ أول شي رسمت الشجرة بعدين حطيت من جنب واحد لون البني القامج بعدين شوي شوي أروح لأخر شيء وحطيته بعدين أضع ماء بعدين تخففين أخفف فعلي ومن فوق تخففين ويكون من تحت يكون غامض شوي وهذا شريفة ألوان شنو هذي؟ هذي الشينية أول شي رسمتها من برصاص بعدين حددتها ورسمتها بالألوان الشينية بعدين رسمتها خففية بالألوان الخشبية بالألوان الخشبية أستخدت يعني شنون اختيارت للألوان ليش؟ أنت إخترت الألوان أم من اللوحة إيه هذي؟ لأن اخترت الألوان اللي الفاقعة عشان تكون لوحة حلوة لوحة حلوة وخليت الخلفية زرق عشان تكون سمة وهذه شريفة؟ هاي شخصيات كرتون حلو رسمت أول وحدة بالألوان الخشبية والثانية بالخشبية و شنو الشخصية هذي؟ شنو الشخصية هذي؟ شو الفرق بينهم؟ يعني هذي ساكة عينها وهذي فاتحة عينها صح؟ وهذي يا شريفة؟ هذي الرسمة تحبر عن الكويت مع زمن الكورونا ورسمت أبراد الكويت بالألوان المائية ورسمت الكورونا بالألوان الخشبية والكورونا بالألوان المائية والكورونا بالألوان المائية 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 ورسامة اسمها فان فان جوخ فان جوخ ولونتهم بالألوان المائية وبالسماء لونتها بالألوان الشمعية والألوان المائية ولكن الألوان المائية والشمعية ولكن الألوان المائية والشمعية ولكن الفنان فان جوخ لونها بشنو؟ بالزيت تختلف شوية ولكن لوحة جميلة جدا من شريفة وهذه يا شريفة؟ هذه لوحة رسمتها بثاني ابتقائي وهي عن الفرضة اللي فيها الخضرة والفواكه ورسمت أنواع الفواكه والخضار وأرى خليت الخلفية فيها شارع والناس وفي سيارات تمشي عليه وفي سيارات تراثي وهذه؟ آآه هذا المقلوبة كذي؟ ايه هذا الشنو هذة؟ هذا المسرح من الأزياء الكويتية التراثية؟ رسمته بالألوان المائية وحددت على القلم السود ورسمت فرود عليه ألوان مائية طبعي وهذه شريفة رسمته بالرصاص ورسمت ميكروفون وعلي نغمات وهذه آخر وحدة يا شريفة هذه مرة ثانية بس حاولت أرسمها بلوحة أكبر ولوحة أكبر شوي تكون على كامفس طبعاً بالوان شنو هذي نفس الألوان نفس الألوان كل الشكر لتشيا شريفة مبدعة شريفة في أعمالها شفنا راس من الرسومات العالمية هذه عندها لوحة جداً معبرة عن فايروس كورونا وزمن كورونا عندها بسرحة لي قبل شوي وينها دي مسرحة مسرح أو مسرح بهذا اللوحة الجميلة من لوحات شريفة الآن نشوف مبدعتنا أمينة 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 تعرفيننا باسمك؟ أمينة دويسان أمينة دويسان أمينة تقولين لنا كم عمرك؟ عمرك 8 سنوات أي مدرسة أمينة؟ مدرسة المشرفة الابتدائية أمينة تقولين لنا اللوحات اللي عندك وين رسمتهم؟ بالبيت بالبيت أمينة من اللي شجعتها الرسم؟ أمي أمي يلا شوف لوحاتة أمينة تعب إني ياهم كلهم وأنا أعرضهم يلا أمينة هذه شنية اللوحة؟ يعني هذه بالليل يعني بالليل يعني بالليل بالحديقة ويعني في ناس واسموا يباينون بالضبط أنك كانوا كع صورون هاللوحة حلو، شون سويتها؟ يعني لونت أول شيء الأسود بعدين حطيت هذا الشيء من تحت الأسود حلو، اللون البنابسة لي؟ وبعدين حطيت الكمر وحطيت النجوم حلو، شون سويت النجوم البيض هذي؟ حطيت الفرشة يعني لون الأبيض وبعدين حطيت فرشة من فوقها وطقيتها عليه عشان شاطرة وهذه ثمينة؟ هذي بنت رايح المسيرة حك الحيد الوطني وهو يعني رايح المسيرة عشان يعني مع عائلتها بس مع عائلتها شنو اللابسة؟ لابسة ملابس عن الكوت شنو ألوان علم الكوت الموجودة؟ الأحمر والأخوار والأسود وهذه أمينة؟ هذي يعني أهل يجالزون حك الكركيحان من يروحون وبتركحون وهذه أمينة؟ هذي مطلوبة شذي؟ العكس شذي؟ شذي؟ شذي هذي الرسمة يعني يعني شجرها يعني قد طيح الأوراق أوراق ألوان شنو هذي؟ ألوان يعني الأكريلك الأكريلك؟ وأستخدمت الخشبي وفيها شوية خشبي ثم هناك ألوان أو الماء أجل أمينة لا أردت فترة غربة حسنة ألوان يعني بالحديقة هذه والشمس كيف سوتي الخطوط هذه الميتة؟ أنا أرسي حطت ألوان الأكريليك بعد خضرت ألوان المائية ودمجتهم مع بعض وهذه أمينة إيش عن طريقتها كذلك؟ هذه يعني بالرمضان يعني أجازون الفطور الفطور؟ أوه يعني حكي يعني من شما داخل الفطور هنا؟ في يعني الفواكه والقيمات العصير العصير والسلطة ما هي هذه المثلاثات؟ هذه سمبوسة سمبوسة وهذه؟ هذه مطلوبة شدي؟ إيه هذه يعني ملكشك ملكشك نمسوينها يعني بالبيت عشان تصوها العين هي يعني نمسوين ملكشك وهذه؟ هذه يعني هود يعني وردية ويعني يعني تسمى شكلها كرتونية كرتون أولت معاك اللوحة هذه كل الشكر لك يا أمينة على اللوحات الجميلة اللي رسمتهم طبعا ما عاجبني الغروب رسمة الغروب الموجودة وأيضا عندها لوحات جميلة مثل هذه اللوحة كل الشكر لك يا أمينة على الإبداعات الجميلة وأيضا شريفة على اللوحات الرائعة وما ننسى مشاري على رسومات الكرتونية الجميلة أصدقائي أطفال فاصل قصير وربط لكم مرة ثانية أصدقائي إذا كنتم من محبين ألوان الباستيل أو حابين تجربون هذه الألوان وتسوون لوحة جميلة فهذه الرسمة راح تساعدكم في تشكيل اللوحة جميلة وسهلة من ألوان الباستيل الزيتية أول شي نستخدم الورق المخصص لألوان الباستيل ومن بعدها نستخدم عدة ألوان نبدأ اللون بهذه الطريقة ونستخدم اللون الأصفر واللون الأخضر الفاتح واللون الأخضر الغامج واللون الأزرق ولون التركواز واللون الأزرق الغامج مرة ثانية وبالأخير اللون الأسود وبورق المنديل ندمج هذه الألوان بهذه الطريقة علشان تندمج مع بعض وتعطينا تدرج جميل وبقلم رصاص درجة 8P نرسم العشب والشجرة وبالقلم الجل الأبيض نزين فيها أوراق الشير وراح نشكل نقط حول أغصان الشير ونضيف بنفس القلم إضافات ونرسم القمر والنجوم بهذه الطريقة وبشذي نكون أنهينا رسمتنا أتمنى أنها نالت إعجابكم أصدقائي إذا حبيتوا طريقة دمج الألوان أو طريقة الرسم شاركونا تجربتكم عن طريق إيميل برنامجنا وإحنا بانتظار إبداعاتكم رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة الرسم الذكي سنتعلم طريقة رسم الجنطة أو الحقيبة السفر بشكل مختصر جدا يمكن أن نستفيد منها في رسوماتنا في البداية هو طريقة مستطيل ويتكون عليه مجموعة من الخطوط البسيطة نبدأ أول شيء بالمستطيل نحط مجموعة من الخطوط الجميلة الجميلة تحت تكون التواير نحط المسكة نحط المسكة نحط لونها نختار اللون الأحمر نحط دائماً اللون الرمادي نحط المسكة الأسود بالتواير نحط المسكة الآن نبدأ بعمل الظل والنور نعطي جمالية شوية للوحة قبل أن تخلص لأن يكون فيها إضاءات بسيطة بهذا الشكل الجميل سوينا جنطة أو حقيبة سفر جربوا أصدقائنا اللوحات هذه الرسومات الجميلة هذه يدزوها لنا على الإيميل أصدقائنا لأطفال فاصل قصير ورد لكم مرة ثانية رجعنا لكم أصدقائنا مع فقرة بريد مرسمنا اليوم معنا مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج دائما ننوه أصدقائنا دزولنا الرسومات تكون بشكل واضح أرقامة أسماءكم وأرقامة تلفوناتكم وأيضا أعماركم والبلد اللي أنتم مننا عشان نقدر نعرض لكم اللوحات اللي توصلنا ودائما ننوه أصدقائنا دزولنا الرسومات يكون فيها شرح عن الألوان والطريقة ترسم هذه الرسمة اللي دزيتوها صديقة البرنامج مزون سالم الهاجر العمر ثمان سنوات دائما تتواصل معنا رسمة شكل طفل بهذا الشكل الجميل لوحة العمر ثمان سنوات من مزون سالم الهاجري صديقة البرنامج فضة ناصر النجدي العمر خمس سنوات روضة الأمانة علم الكويت بشكل طفولي جميل جدا فضة ناصر النجدي من روضة الأمانة صديقة البرنامج نادية محمد العصيمي العمر تسع سنوات رابع ابتدائي طبعا نادية دائما تتواصل معنا وهي من صديقة البرنامج اللي دائما ترسم بالأجهزة الرقمية أو الآيباد فعند رسمة هذه الدب بجهاز الآيباد رسمة جدا جميلة برنامج ارت بوك نادية محمد العصيمي لوحة رقمية جميلة جدا كل الشكر لأصدقائنا اللي تواصلوا معنا على الإيميل وأيضا كل الشكر لأصدقائنا الموجديين معنا في الاستيديو كل الشكر لكم أصدقائنا نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع السلامة لا